منا بيروتا مولينا مراسلة الغد كولودي يابي حنة مرحبا كولودي كيف كانت أجواء الجلسة وفيما دار الحديث حول ما هي البطاقة التمولية التي يفترض أن تقر بقانون هل هي أداء سياسية إعادة ترشيد لنظام الدعم في لبنان الآن البرلمان اللبناني يصوت على مشروع قانون البطاقة التمولية مادة مادة بعدما ساد الجلسة نقاش حاد وتوتر عكس الاحتقان السائد في الشارع نواب تكتل الجمهورية القوية أي نواب القوات اللبنانية انسحبوا من الجلسة واعترضوا على جدول الأعمال باعتبار أنهم كانوا قد تقدموا بعدد من اقتراحات القوانين من أبرزها اقتراح يضمن عدم المس بالاحتياطي الإلزامي إلا أن هذا الاقتراح لم يدرج على جدول الأعمال في مقابل مشاريع واقتراحات قوانين أخرى تزيد من الهدر في خزينة الدولة كما قال أعضاء هذا التكتل وقال باسم التكتل النائب جورج عدوان نشرع لدولة تنهب الناس وهذا ما يعتقده أيضا عدد من الخبراء والمراقبين خارج الجمعية الهيئة العامة لمجلس النواب باعتبار أن البطاقة التمويلية التي سيصار إلى إقرارها سيتم تمويلها من أموال الناس مبدئيا ولن تؤدي إلى أي تغيير في الأوضاع ما يحصل هو من أموال المودعين كلودي تقصيدية لهذه المرحلة طيب ما يثير ذلك؟ نعم ولكن ليس محصوما بعد ولكن هذا هو المتوقع هذا المشروع ككل مشروع البطاقة التمويلية ما يثير من تساؤلات لدى المواطن اللبناني خصوصا بأنه مشروع بلا تمويل وفق ما أدرج في مشروع القانون لن يؤدي هذا المشروع إلى تغيير كبير أولا المطروح يستفيد عدد قليل من الناس يعني حوالي 500 ألف عائلة من الذين يصنفون بالأكثر فقرا في لبنان ولكن هذا العدد ارتفع كثيرا نتيجة الأزمة المالية غير المسبوقة والتي تستعصي على الحل حتى الآن ثانيا المبلغ الذي سيحصل عليه هؤلاء لن يكون أكثر من 137 دولارا صحيح أنه بالعملة الصعبة ولكن التضخم الحاصل في لبنان يأكل كل شيء فما سيأتي به هذا المبلغ يعني حوالي مليوني ليرة لبنانية لن يكفي أي عائلة إلا بضعة أيام عشرة أيام على الأكثر إذا اعتمدوا التقشف الكبير في الصرف وكنت قد ذكرت في رسالة سابقة أن المطالبات الآن من الخبراء تقول أن حد الأدنى في لبنان يجب أن يرتفع إلى سبعة ملايين ليرة لبنانية هذا لأعطائكم فكرة عن الأرقام وعن التدني الكبير في العملة الوطنية إذن التوتر هو السائد خلال إقرار هذه البطاقة التمويلية وأيضا هناك توتر كبير في مدينة ترابلوس شمالي لبنان حيث لا مازوت لا كهرباء لا بنزين وهذا الأمر دفع المواطنين إلى الاحتجاج وقد علمت من مدينة ترابلوس أن هناك إطلاق نار حصل قبل قليل في المدينة واستحتجاجات خصوصا في منطقة باب التباني شكرا جزيلا كلودية بحنة مراسلة الغد من بيروت